أكد البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تحتاج إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 لتلبية احتياجات المنطقة التي تشهد شحا غير مسبوق في المياه وبحسب البنك الدولي فإن النقص المياه يشكل تحدي خطيرا للحياة وسبل العيش ومن بين الحلول للاستجابة لهذا الوضع يقترح التقرير سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد وكذلك إصلاحات مؤسساتية للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة